للحديث عن المضوء معنا من القاهرة عبر الأقمار الصناعية الأستاذ الدكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور رشاد مساء الخير أهلا بك معنا بين انخفاض معدل الخصوبة ومعدل الوفيات ومعدلات الهجرة ما تأثير ذلك دكتور على الدول مجتمعيا واقتصاديا أيضا؟ تأثيرها واضح لأنه في كتير من الدول عندها شيخوخة سكانية معدل العواجيز اللي كبروا اللي فوق السن بقى أكتر قوي بينما اللي في قوة العمل وفي سن العمل بقى منخفضين جدا فمعناها ما عندهمش أيدي عاملة ما عندهمش ناس تشتغل ما عندهمش بالتالي إنتاج وبالتالي قدراتهم التصدرية بتقل وبالتالي قدراتهم الاقتصادية بتتأثر كثيرا فهل ده عنصر سالب؟ طبعا عنصر سالب هو بالنسبة لكتير من الدول زي دولة زي مصر والدول العربية بتبقى سعيدة جدا لما سكان تقل بس عندنا الحمد لله احنا منتجين جدا في مجال السكان احنا ده الحاجة الوحيدة اللي بنتجها به تقدم عالي إنما بالنسبة لأوروبا ودول غير أوروبا زي أمريكا وكوريا بتعاني لأن السكان الأقل معناها أيدي عاملة أقل معناها قدرات انتاجية أقل معناها اقتصاد أقل وده بيضطروا الجأة لبدائل عشان يحسنوا هذا الوضع ويعملوا نوع من أنواع الجذب لأيدي عاملة جديدة عشان تشغل المصانع وتشغل القدرات الانتاجية دكتور أفهم من كلام حضرتك أن الدول التي لتيها تعداد سكان كبير انخفاض الخصوبة لديها يكون إيجابي والعكس صحيح في الدول الأوروبية للأسف للأسف بدليل شوفي كده الدولنا العربية خلي مصر كمثال مصر الناس بتعاني والحكومة بتعاني ويبتقول احنا عندنا مشكلة كبيرة ليه؟ عشان المفاهيم مختلفة لأن السكان الكتار دول في العالم كله بيسموهم ايه؟ بيسموهم الثروة البشرية ثروة زي أي مصدر آخر بس إمتى يبقى ثروة؟ لو قدرت تستغلي قدرته صح وتحوليه من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة زي ما الصين عملت يعني أكبر مثال على كده الصين الصين كام؟ أكتر من 1300 مليون نسمة هل عندهم مشاكل بطالة؟ هل عندهم مشكلة إنتاج؟ هل عندهم مشكلة التصدير؟ هل اقتصادهم متعبان؟ اقتصادهم بقى تاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد 8 سنين يبقى أكبر اقتصاد من أمريكا ذاته ليه؟ لأنهم قدروا يستثمروا طاقات البشر ويوظفوها بشكل إيجابي بما يحولهم من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة وبالتالي ده بيدي أدت فاليو بيدي قناة مضافة إحنا مجتمعاتنا مشكلتنا كبيرة أويه مش حطين سياسات اقتصادية إيجابية سليمة وبالتالي بيبقى عبق على الدولة ليه؟ لأن الدولة بتقول طب ما هو الناس دي؟ الموارد اللي جايين دول محتاجين مدارس ومحتاجين وظائف ومحتاجين مساكن ومحتاجين خدمات وده عبق كبير جدا ليه؟ لأنك بسيت ليه نص القوة الفارغ اللي هو متمثل فيه أن دول قوة مستهلكة حولوا إلى قوة منتجة هتستفيد كثيرا وأكبر دريع على كده دولة كبيرة زي ألمانيا ألمانيا بجالية أدراها اللي هي أكبر اقتصاد على المستوى الأوروبي كله السيدة أمريكا فاتحت الباب لمليون لاجئ جديد لأنه بتقول عندي شيخوخة ما عنديش حد يشتغل فاتخذت المليون لاجئ دولوي الأولوية للي عندهم أطفال صغيرين ليه؟ لأن الأطفال هم المستقبل أخذهم أكيفهم مع المجتمع الجديد أخلق له ثقافة المجتمع الجديد أستفيد منه بتوجهات محددة عشان يقدر يلبيلي طموحاتي ويتحول إلى قوة منتجة ويشغال لي مكاني وآلاتي ومعداتي وبالتالي اقتصادي طيب دكتور هنا نتحدث عن ما هي من هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من هذا الموضوع انخفاض نسبة الخصوبة بالدرجة الأولى ألمانيا وعشان كريزا ما قلنا فاتحت الباب عشان تاخد مليون لاجئ جديد الدول الأوروبية كلها عندها مشاكل إنما بالدرجة الأولى ألمانيا مقدمتهم إيطاليا عملت فكرة كويسة قوي إيطاليا جاءت لمصر مثلا وبعض الدول وقيت لهم أنا عايزة تخصصات معينة لو عندكم التخصصات دي أنا هسمح لهم إنهم يجوا يستقدموا في إيطاليا يعدهم جنسيات أيوة اللي هو ربط احتياجات المجتمع بالعمالة الواردة إنما مش ياخد أي عمالة مش بياخد أي بشر لازم أخدهم عشان أنا محتاج للقطاعات محددة وهكذا فعلت دولة مهمة جدا زي كندا كندا دي من السبعة الكبار إنما عملت الفكرة دي جاءت في وقتنا وقت فتحت الباب وقالت أنا بقلغت النهاردة أنا بياخد مهجرين ولكن مهجرين بشروط محددة بمواصفات محددة بمعايير محددة وبالتالي بياخد احتياجاتي والزاركت لأعداد كبيرة من منطقة العربية هجرت إلى كندا وكلهم اللي معهم دكتوراه والحرفيين وما إلى ذلك فده شيء مهم طبعا بلا جدال طبعا شكرا جزيلا لهذه المشاركة من القاهرة حدثنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ الدكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية اشتركوا في القناة